زي ما كابتن سارة قالت كلنا فرحانين كلنا مبسطين بالنجمة العشرة هنتير لملعب المباراة مع زميلي كريم أحمد ومع كابتن روف عبدالقادر ولقاءات من أرض الملعب بجد تحية لك يا كابتن خلد العوى دي كل مشاهدين ومتبعين يا كابتن روف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي وواحد من اللي تسطروا التاريخ في بطولة كرة الطائرة التالتة دي يا كابتن روف بنسبالك كمدير نشاط الرياضي البطولة التالتة كمدير نشاط الرياضي لنادي الأهلي ببارك لك بشكل عام أداء رائع وتنظيم رائع بطلات من دهب كالعادة كابتن روف هو ألف ومبروك لجمهير النادي الأهلي ألف ومبروك للعبين واجهاتهم الفني ومن خلال مبر النادي الأهلي أنا بعتذر لكل جمهير النادي على النتائج اللي حصلت خلال الأسبوع اللي فات وبإذن الله النهاردة بداية تعويضها في النتائج اللي بنوعد جمهير النادي الأهلي كما تعوضوا دائما من الصوت التتويق البنات كانوا على بين قلب رجل واحد كالعادة شخصية النادي الأهلي بانت لأن فريق أرتاج فريق مميز جدا وعنده خبرات كبيرة جدا بتشوف الإصرار النهاردة كابتن روف يعني هو الحقيقة بقول للفوس بدأ من مبارح يعني أول مبارح السيمي فاينال مع فريق الأنابي بكيني مباراة قوية وأعتقد دي اللي كانت النهائي المبكر النهاردة أيضا في رأي شمال أفريقيا بتنتاز بكيفية اللعب أكثر من المهارات العالية ولكن كيفية الأداء الجماعي وأعتقد النهاردة كابتن حمد السوفي ولعبته أثبت أنهما عندهم مسؤولية والرغم من تخدم الفريق واحد صفر في البداية تملكوا ومسكوا زمام الأمور واستطاعوا الحمد لله حسب النتيجة لصالحهم ممكن مع نجاح التنظيم نجاح الجمهور كمان في المؤذرة والتشجية نهاردة كان لهم دورك العادة في التشجية والتحفيز الكبير جدا الحقيقة كل عناصر النجاح متوفرة نهاردة جاء ما قلت حضرتك المدرجات بدون جمهور لا تساوي أو شيء جمهور نهاردة يملأ كل مدرجات صالة الأمير عبدالله الفصل مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل بداية من رئيسه كابتن محمود الخطيف أيضا سيد وزير الشباب والرياضة اللاعبين فبقول ألف مبروك لجميع مبروك